طيب في البداية شهر رمضان طبعاً احنا نعرفين الاستهلاك فيه أعلى من معدلات الاستهلاك الطبيعي طول السنة فلو نتعرف من حضرتك على استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك يعني الأولاً سعيد وانا موجود معاكم وكل سنة وكل شعب مصر بخير يا رب رباً احنا دايماً زي ما حضرتك قلت كده في شهر رمضان والأعياد تبقى فترة زروة الاستهلاك للمواطن المصري علشان كده احنا بنحاول دايماً نحن نزود ونكسف من حجم المعروض والمتاح أمام المواطنين طبعاً احنا كان اول حاجة تم اتخاذها نحن فتحنا أو ادينا مفاقات استراضية لاستراض اكتر من 154 الف رأس من الماشية منهم 120 الف رأس ماشية بغرض التربية ومجموعة اخرى بقية الكمية بغرض الزبيح الفوري اللي بتخش كالحم وبرادة في الأسواق اللي بغرض التربية دي بتخش وبيتم تربيةها وبيتم زبحها في المجازل البلدية وبالتالي دي تؤدي الى زيادة حجم المعروض بشكل كبير جداً خلال فترة زروة الاستهلاك اللي في شهر رمضان والأعياد وبالتالي ده يؤدي الى استقرار في الأسعار بإذن الله الحاجة التانية ان احنا كمان كنا شغالين على تعظيم الانتاج المحلي سواء في مشروعات لزيادة الانتاج في الانتاج الحيواني كنا عاملين مشروع البتلو بتكلفة يمكن تجاوزة 7 مليار جنيه تمويل للمزرعين عشان نعظم الانتاج وده ساهم في زيادة عدد الرؤوس حوالي نص مليون رأس تقريباً تم تنميتها من خلال هذا المشروع طبعاً ده برضو بيزود من حجم المطروح والمتاح في الأسواق فاللقصد أقوله ان احنا عندنا اجراءات كنا بناخدها علشان مستمرة معنا عشان نعظم من زيادة انتاجنا وزيادة حجم المتاح كمان فيه اجراءات احنا بنقوم بيها علشان نفتح منافذ ونفتح نقاط بيها علشان نوفر للمواطن بديل آمن يقدر يشتري منه احتياجاته بأسعار مناسبة وبالتالي ده يؤدي إلى حالة التزان في الأسواق طيب نتكلم بقى على المنافذ هي موجودة فيهم بالزبط في المحافظات عددها ده ايه سواء السابت أو المتحرك يعني احنا عندنا طبعاً منافذ الوزارة احنا عندنا اكتر من 274 منفذ زيما حضرتك قلت اضافة لمجموعة من المنافذ المتحركة اللي موجودة سيارات بنعضحها تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي والهدف من ده ان احنا نخلي فيه فرصة للمناطق اللي ما بيدرش وصلها منافذ او ما فيش فرصة انها تاخد منافذ او اللي كسيفت اللي عندها عدد كسيف من السكان بالتالي نقدر نحط منافذ متنقلة فيها بالتنصيق مع السادة المحافظين والسادة العاملين في أجهزة الحكم المحلي طبعاً ده أمر يدعم بشكل كبير جداً توفير زي ملت لحضرتك بديل آمن أمام المواطن انما احنا كمان معانا منافذ أهل الرمضان ومنافذ وزارة التموين وباقي المنافذ احنا بالنسبة ودائماً بيكون فيه زيادة في حجم المطروح من خلال هذه المنافذ واحنا كمان بنتواجد من خلال المبادرات الخاصة بالوزارة علشان نزود من حجم المعروض في المنافذ الخاصة بأهل الرمضان وما إلى ذلك بالنسبة للمنافذ بتاعتنا بتلاقي موجودة في كل المحافظات تقريباً احنا بنغطي تقريباً كل أنحاء الجمهورية بتلاقي دايماً موجودة في الميدر الرئاسية أو جنب مديرات الزراعة وبالتالي سهل الوصول إليها ما فيش صعوبة في الوصول إليها وطبعاً بالتنصيق مع أجهزة الحكم المحلي بيكونوا دي معروفة ومكانها سبتة طول السنة بالضبط بيكون كمان أجهزة الحكم المحلي هي كمان بتوجه الناس للأماكن الخاصة بالمنافذ علشان يكون فيه إرشاد وتوعية للمواطنين بأماكن المنافذ الخاصة بنا اللي أنا عايز أقوله كمان أن احنا مش بس بنبيع للمستهلك سلعة بسعر أقل من بدلتها في السوق إنما احنا كمان بنعمل على توفير مكان لبيع المنتج للمنتجين نفسهم احنا عاملين مبادرة اسمها مبادرة خير ما زرعنا الأهلين وده اللي احنا بنشتغل عليها فكرة المبادرة لأطلقتها وزارة الزراعة طبعاً جامعات الإصلاح الزراعي ومشروعة عزيز قدرات المزارعين كان الهدف من ده أن احنا نفتح فرصة ونفتح باب للمنتج أنه يعرض منتجه على الجودة بمواصفات جيدة بسعر مناسب وبالتالي ده مصدر جيد لخدمة المنتجين أيضاً وخدمة المستهلكين لتلبيط احتياجاتهم بأسعار مناسبة طيب دكتور السلعة اللي بتكون موجودة من خلال أو بتوفرها منافس وزارة الزراعة عبارة عن إيه ونسبة الخصم اللي بتكون موجودة عن السوق بره بتكون قد إيه كمان يعني تقريباً أنه منافس وزارة الزراعة بتلاقي فيها كل احتياجات البيت المصري كل ما يحتاجه البيت حتى يمش رمضان اللي بيكون عليه طلب في الفترة الحالية بيتم دخل كميات فيها طبعاً فيه توجهات من معالي وزير بزيادة وتكسيف المعروض أمام المواطنين وزيادة المغزون يكون دائماً فيه مغزون كبير في المنافس التابعة للوزارة بحيث يكون دائماً فيه عرض أمام مواطنين لكل السلعة الأساسية اللي بيحتاجها البيت وكل ما يحتاجه البيت المصري في هذه المنافس أما بقى نسبة الخصم احنا طبعاً فيه منتجات بتوصل نسبة الخصم فيها لأكتر من 30 و40% أحياناً إنما المتقصة العام للأسعار أو فرق الأسعار نحن نتكلم حوالي 20 إلى 25% فرق في السعر بين المنتج اللي بيتم بيعه فيه المنافس وبين الأسواق الخارجية وطبعاً مش بس منافس وزارة الزراعة احنا زي ما قلت لحضرتك بنحاول نحن دائماً ننسق مع كل السادة المنتجين سوى اتحاد منتج الدواجن بقى الجهات المنتجة علشان يكون فيه عرض فيه بقى المنافس التابعة للدولة المصرية عظيم بالنسبة للخصم بيصل لـ 25% على نفس الكمية الموجودة بره عشان بعض الناس قد يتخيل أن الكمية مثلاً أقل هو كيلو لكن مصافي سبو 100 جرام 200 جرام لا نفس الكمية الموجودة عندكم هي الموجودة بره ونسبة الخصم بيصل لـ 25% طبعاً هو المواصفة والسعر والكمية وكل الكلام ده بيكون موجود على العبوة قبل ما بشتريها المواطن فهو مطمئن تماماً أنه هو بشتري إيه وإحنا كمان مش بنسيب العملية في المنافس متاحة إنما دايماً بيكون فيه أجهزة رقبية بتنزل من عندنا ومن خارج من عندنا علشان دايماً نضمن أعلى جودة ممكنة للمواطن المصري من خلال المنافس وكمان أعلى سعر أو أفضل سعر ممكن في الأسعار مقارنة بالسوق شكراً للمشاهدة